اعزائي طلب وطلبات مدارس سنوية الفندوقية نظام ثلاث سنوات اهلا ومرحبا بكم في برناميكم في بيتنا مدرسة حلقتنا النهاردة كان المحتاج مخصصة لطلبة الصف الثالث الفندوقي نظام آآ الثلاث سنوات آآ هنستكمل مع بعض مادة الادارة الفندوقية احنا كنا اتكلمنا قبل كده عن آآ الاخسام بتاعة الفندوق المختلفة وانواع الفنادق وتعرفنا على درجات الفنادق المختلفة ومستواتها آآ وابتدينا نتكلم على الاقسام المختلفة داخل الفندوق تناولنا مع بعض قسم الاشراف الداخلي وقسم الاغذية والمشروبات ودلوقتي هنبتدي مع بعض آآ قسم آخر اللي هو المكاتب الامامية واول قسم هنتكلم عليه في المكاتب الامامية قسم الاستعلامات من الاقسام الهامة جدا عندنا داخل الفندوق قسم الاستعلامات لان احنا آآ بنقول هو اكتر واحد على ترابط وترابط دائم بالنزيل. بنطلق على موظف قسم الاستعلامات عندنا ان هو الصديق الشخصي لكل النزلاء الموجودين داخل الفندق بتاعنا. طيب قسم الاستعلامات لو بصنا له بصفة عامة لازم جميع العاملين فيه يكونوا ملمين تماما بكل الخدمات اللي بيقدمها الفندق بتاعي. ما ينفعش حضرتك تبقى سكرتير شخصي للنزيل ويسألك على حاجة في الفندق وانت تقول له لسه هسألك او اعرف او. لا ما ينفعش. لازم حضرتك تكون على تواصل مع كل اقسام الفندق وعلى دراية بكل الخدمات اللي بيقدمها الفندق. دي اول نقطة من مهام قسم الاستعلامات كقسم ككل. مش آآ فرض داخل القسم اللي عندي. طيب نشوف برضو تاني معنا الاجابة على جميع استفسارات الضيوف دي من الحاجات المهمة جدا عندنا. اي استفسار بيسأل عليه الضيف? لازم انا اتواصل معاه واجبون. طيب افرض الضيف سأل على الحاجة مش متوفرة عندي. يعني انا ما عنديش المعلومة دي. مفيش مشاكل لك. مش معرفش. انا هحاول على طول بيكون متواصل مع الهيئة العمل الاستعلامات. وهيئة العمل الاستعلامات دي هيئة كبيرة جدا موجودة بلدنا. بتمدني بكل ما هو آآ متاح او كل ما هو آآ يراد معرفته من آآ امور سياحية واستعلاماتية داخل البلد بتاعتنا. فعلى طول انا بقول له دي واحدة او خمس اي هيكون عند حضرتك ملف كامل. لكون حضرتك طلبته من آآ معلومات عن المنطقة دي او عن البرنامج ده او عن اي حاجة انت عايزها داخل البلد اللي عندي. عشان كده برضو من مهم جدا ان كل العاملين في قسم الاستعلامات اللي عندي يكونوا على تواصل دائم بقسم الاستعلامات بتاعنا. برضو على معرفة بارقام وآآ بيانات شركات السياحة ومكاتب الطيران. لازم يكون عند حضرتك بامفل الكامل آآ عن آآ كل التليفونات الخاصة بمكاتب السياحة اللي موجودة في البلد. والبنوك ومكاتب الطيران. عشان لو اي حاجة طلبها النزيل منك انت بتقدر توفرها له بمنتهى البساطة. طيب دي المهام العامة للعاملين بقسم الاستعلامات اللي عندي. بعد كده نتكلم على اللوحة الخاصة باسماء النزلة. دي لوحة بتشوفها دايما انت كده حتى في تليزون لو انت مدخدتش اي فندق. تبقى لوحة وراء موظف الاستعلامات اللي عندنا. آآ بتبقى مرتبة تبرية آآ ترتيب ابجادي عندي. اللي انت بشوفها لو حطنا فيها جواب النزيل فيه جواب عايز جاله. النزيل عايز يرسل رسالة او حاجة. بنحطها في الرف الخاص بالخانة بتاعت النزيل عندي. بتبقى مرتبة حسب الارقام او الحروف الابجدية الارقام اللي عندنا. وبيتم واضح الاشياء اللي بيعمل معها النزيل داخل الفندق بتاعنا من رسائل او خلافه. طيب. نشوف كمان مع بعض صراف المكاتب الامامية. ده آآ مبدئيا بيبقى تابع القسم الخزينة او الحسابات. طيب. آآ نوع من انواع ان انا اوفر للعميل الخدمات في مكان واحد كله. بمعنى ايه. انا دلوقتي نزيل جواب وماشي بمفروض انه بيدفع الحساب بتاعه. بدل ما اقوله ادفع في الخزينة او روح الخزنة او روح ادارة الحسابات ادفع. لا انا جاي بموظف من قسم الحسابات عندي. مكانه مقيم دائم في آآ مكتب الاستعلامات اللي عندنا. وظيفته محاسبة العميل عند مغادرته للفندق. يبقى مبدئيا موظف صرافي المكاتب الاممية ده بيبقى تابع لقسم الحسابات اللي عندنا او ودارة الحسابات. مهمته الاساسية محاسبة العميل عند مغادرته للفندق. طيب فيرا لوقت العميل. وآآ نوع من انواع الخدمات اللي آآ بقدمها للعميل عشان ما يتحركش فيه الفندق من مكان لاخر عندنا. يبقى دي مسئولية آآ الصرافي المكاتب الاممية. وتحصيل كل الشيكات. واخد بالك كل الشيكات. معنى هنا كلمة كل الشيكات. يعني هو بيجمع كل الشيكات اللي يتعامل بها العميل. العميل مضى على فاتورة غسيل المكاتبس. العميل مضى على فاتورة تناول وجبات. العميل مضى على اي فاتورة. احنا بيجمع كل الشيكات دي. وهو بمسؤول عن آآ محاسبة العميل عنها. بالاضافة انه بيستلم بيستلم الصراف الفلوس النقدية. وبيستلم الحسابات من العميل. وبيبيدي الضيوف الاصالات. وبعد كده بياخد المفتاح من العميل. ويسلمه لقسم الاستقبال والحجز اللي عندنا عشان نعيد تسكين الغرفة مرة اخرى يبقى ده وظيفة موظف اه او اللي هو بنقول الحسابات او مندوب الحسابات اللي ما عندنا بنقول عليه صراف المكاتب الامامية كل ده احنا يدوب خدنا نبزة بسيطة عن المهام اللي بيقوم بها قسم الاستعلامات والاعضاء المكونين للكاونتر بتاع مكتب الاستعلامات اللي عندي طيب واجبات موظف السلامات كشخص نفسه شخص كانسان واقب يتعامل مع العميل زي ما اتفقنا هو سكرتين شخص لكل النزلاء يعني مطالب يلبي كل طلبات النزلاء اللي عندي من واجباته اول حاجة تلبيت طلبات النزلاء زي ما قلنا تاني حاجة ارسال واستقبال الرسائل اي رسالة جاية للعميل هو بيستقبلها وبيوصلها للعميل في غرفته او اثناء خروجه من الفندق بتاعنا بالاضافة ان العميل في بعض الاحيان ما يعرفش الرسالة تتبيعت ازاي ما يعرفش طبع البسطة ايه او الاجراءات اللي بيتم ايه فبيسلم الرسالة لموظف الاستعلمات اللي عندنا وهو بيقوم بدوره بارسال الرسائل دي زي ما اتفقنا هنحط خط تحت كلمة سكرتير شخص لكل النزلاء كل ما يحتاجه لعميل داخل الفندق موظف الاستعلمات بيقوم بتلبيته في حدود اللوائح والقوانين اي حاجة بيطلبها العميل من موظف الاستعلمات طالما هي التابعة او في حدود اللوائح والقوانين عندي مفروض ان الموظف الاستعلمات بيقوم بتنفيذها على الفور ارشاد السياح او نزلاء عن الاماكن السياحية عشان كده قلنا لازم يكون ملم بكل حاجة ما ينفعش السياح يجي يسألك عن معلومة داخل بلدك وانت تقوله ما عرفش ما ينفعش هو السياح جاي بيبقى عنده معلومات كتيرة جدا قاري ومثقف جدا ومطلع على حاجات كتيرة جدا موجودة في مصر فهو عايز يجي يشوف بقى الحاجات اللي قرى عنها دي ويتطلع عليها طيب هو هيسألك عن موقع معين ايا كان هرم ما يدوم هرم سقارة اهرمات كده اي معلومة السياحية لازم حضرتك تكون ملم بالمعلومات السياحية كافية عشان ترشده وتدله على هذه الاماكن بمنتهى السهولة طيب بالاضافة لحاجز النزلاء بالمطارات والسينما والمسارح برضو هرجع وقولك انت سكرتير شخصي وبتشوفه كتير جدا في التلوزيون في بعض الافلام يرفع السماعة يقوله احجز لي في طيارة ساعة كذا احجز لي في سينما كذا يعني انا بكلفك ببعض المهام ودي من المهام وظيفتك انت كموظف استعلامات ان انت هتقوم بتنفيذها وتلبية رغبة العميل بتاعنا فانت برضو مسؤول عن الحجز لنزلاء في المطارات تذكر الطيارة اه حجز تيران شارتر برضو لو نزيل عايز انت برضو بتتسرب يعني انت بتقوم باي مهام يكلفك بها السينما المسارح كل الحاجات دي برضو حضرتك مسؤول عن تلبية طلبات النزلاء طيب احنا كده عرفنا قص عرفنا مين الموظفين اللي موجودين فيه عرفنا واجباتهم طيب الناس دي هتشتغل ازاي في دفاتر عندي في سجلات بنسجل فيها كل ما يطلب مننا او كل الحركات اللي بتتم او التصرفات اللي بتتم او الطلبات اللي بتتم طيب احنا سجلنا الحاجات دي كلها وعملنا لها سجلات وصنفناها عندنا وقلنا عليها نظام القيد في دفاتر قسم الاستعلامات اول حاجة عندنا الكارت الاستعلامات اللي هو بنقول عليه الارسي ده الارسي ده بيكتب فيه بيانات النزيل بتاعنا بيكتب فيه بتاعنا بتاع نزيل بيكتب فيه تاريخ اسم النزيل تاريخ الوصول وتاريخ المغادرة دي اول حاجة يبقى ده اول دفتر بيوقع قدامنا الدفتر التاني دفتر اسم دفتر السفريات برضو بكتب فيه اسم النزيل ما فيش مشاكل بس هنا بكتب فيه تاريخ المغادرة وساعة المغادرة. ما بكتبش تاريخ الوسول. بكتب هو ماشي امتى? والساعة كان بالزبط. بالاضافة للجهة المسافر اليها. والله انا مش معي. النزيل قال انا مسافر شهر بمسافر غرداء. مفيش مشاكل. انا اسجل اللي هو كاتبه. اللي هو عايزني اسجله. افرد النزيل مسافر راجع بلده او مغادر مصر. برضو بسجل البيانات دي كلها. طيب ده كان دفتر اسم دفتر الايه? السفريات. فيه دفتر ابجادي النزلاء. احنا عندنا كل حاجة دلوات طبعا مساستمه بتكتب عن طريق كمبيوتر وكل حاجة. بس احتياطيا وزيادة في الحرص او الامان بيبقى عندي دفتر بسجل في اسامي الناس يدويا احتياطي لاي ظرف الممكن يحصل او يصيب السيستم اللي عندي. فانا عندي دفتر اسم دفتر ابجادي النزلاء. الدفتر ده بسجل فيه اه بيانات النزلاء اللي عندي. تاريخ الاصول وتاريخ المغادرة وكل البيانات الخاصة بالنزيل. حسب الحروف الاوجدية بتاعت النزلاء اللي عندنا. تمام? فيه كمان عندنا دفتر ايقاظ النزلاء. دفتر ايقاظ النزلاء. انا اتفقتي معاك ان احنا سكرتير شخصي يعني نزيل عايزنا الصحي الساعة كذا بصحي. دفتر ده بكتب فيه طلبات النزلاء. عايزنا صحي الساعة كام? نوع الافطار وعايز يفتر الساعة كام? كل البيانات دي انا بسجلها في الدفتر اللي عادي. بيكون من آآ من عيد الصورة. الصورة بسلمة قسم التليفونات والاصل آآ واخرى بسلمة خدمة الغرف والاصل بيفضل معي. طيب انت الوقتي بنقول دفتر اقاض النوذراء. ده انا ما هسجل فيه الكلام ده ليه? انا عشان ما نساش اي طلب من طلبات النوذراء دي اول حاجة. نقطة مهمة جدا. النزيل عايز نصحي الساعة كام? عايز نوع الفطر بتاعه ايه بالزبط? حاجات دي كلها لازم اكون مسايفة عندي ومسجلة عندي. طيب عشان ما نساش دي نقطة. النقطة التانية عشان لو انا سلمت الوردية بتاعتي. لو سلمت الشيفت بتاعي. ان الموظف اللي بعدي او زميلي اللي هيجي يستلم مني الشيفت هيستلم مني الدفاتر دي. وهيفتح الدفاتر. وتلقائيا هيعرف كل نزيل ايه طرف المدونة عندنا. سواء كان بنسبة لوجبة الفطار او بالنسبة لمعادة الايقاظ بتاعنا. وزي ما اتفقنا انا بودي صورة من الدفتر ده لقسم التليفونات لاني انا ما بطلعش صحي النزيل. المسؤول عن ايقاظ النزيل هو قسم التليفونات عندنا بيقوم بايقاظ النزيل عن طريق التليفون. تمام? طيب ده كان دفتر ايقاظ النزيل. في دفتر اسمه دفتر قيد المصاريف النسرية. الرفايع او المصاريف اللي انا صرفتها عشان اقضي طلبات العميل بتاعي. النزيل طلب مني جريدة طلبني اروح مكتب معينة جيب له جريدة معينة كتاب معين. كل دي بنقع عليها مصاريف نسرية. رفايع. صعب ان انا اجي اقول النزيل هات تلاتة جنيه تمام المستوى خمسة جنيه عشرة جنيه خمسة جنيه. كلام ده كله انا بسجله عندي في دفتر اسم دفتر المصاريف النسرية. وفي الاخر بجمع الحساب ده كله. وبيدفعوا النزيل عند مغادرته الفوندو. ده احدى الشيكات اللي بيجمحها آآ لما كنا بنتكلم من شوية مع بعض عن سرافي المكاتب الاماية. لما قلنا بيحصل جميع الشيكات. من احدى الشيكات اللي بيحصلها برضو بيجيجي يشوف المصاريف النسرية اجماليها كام على العميل بتاعنا. وبيقوم بتحصلها عند مغادرة العميل من الفندق بتاعنا. فيه كمان سادس دفتر عندنا دفتر اسمه دفتر مغزن الحقائب. ده دفتر بايد فيه بينات اي حقيبة بيتركها النزيل. خلاص. آآ عشان لحين عودته ويبقى بآآ مقابل اجر رمزي. واحيانا بدون مقابل بيبقى نوع من انواع المجاملة كده العميل. بس احنا بنقول الرسم بتاعنا انه مفروض انه فيه اجر رمزي عن كل ليلة. آآ بتبقى بتبقى موجودة في الحقيبة بتاعته داخل المخازن العدرة. بيتسجل اسم النزيل ورقم الشنطة وتاريخ الدخول بالمغزن. ولو في مستحقات مبلغ مسلا احنا هنحصل المبلغ بش هيبقى مجاملة. آآ بنبقى كتبين عدد الايام قد ايه بالزبط? وقيمة المبلغ اللي مفروض يحصل من العميل. بالاضافة لاني في الاخر كتبين ايه? اسم الحمال. اسم الحمال البلمان اللي هو الشيال اللي لقى الشنطة. لان الشنطة دي مفروض انها بتفضل امانات عندنا لمدة ست شهور. لو العميل مسألش عنها بيبقى الحمال ده لنسبة مكافأة نظير امانته على الشنطة او الحقيبة اللي ردها لقسم الامانات اللي عندها. ده كان الدفاتر بتاعة قسم الاستعلامات اللي عندها. فيه كمان حاجة اسمها قائمة اسماء النزلاء. ابنو عليا قائمة الغرف. دي من القوام المهمة جدا. اللي لازم تكون آآ موجودة داخل قسم الاستعلامات اللي عندي. الساعة السنية عشرة آآ مساء بعد منتصف الليل يعني بيبتدي موظف الاستعلامات يفرغ كل الكشفات اللي عنده. يعني ايه يفرغ? يعني يشوف هو الله النهاردة بفروض ان كان عندي تلاتين غرفة هتسكن. كم غرفة منهم سكنت? واللي سكن مين بالزبط? واللي سكن معد وصوله امتى? ومغادرته امتى? واللي ما سكنش مجاش ليه? هل فيه اعتزار تقدم ان هو لغى الحجز? هل فيه اعتزار انه فيه تأخير في معد الوصول ليه آآ مشاكل في الظروف جوية ايا كان? فانا لازم بسجل قدام النزيل ده. النزيل مجاش طب هو حاجز الغرفة. يبقى في الحالة دي ايه? هو كده كده بيبقى نزيل دافع مقدم ليلة على الاقل لضمان جدية الحجزة ما اتفقنا. طب النزيل قدامه ليلة لو مجاش الليلة يبقى الحجز بتاعه ايه? تم كانسلته يعني تم الغاؤه وآآ مبلغ التأمين اللي دافعه ده نظير الليلة اللي هو مجاش فيها. فانا بنقول قيمة اسماء النزلاء او قائمة الغرف دي بيقوم المستعلم بطابع القيمة دي وبيكتب فيها اسم النزيل وتاريخ المغادرة وكل بيانات الغرف اللي عندي عشان تبقى عندنا آآ واضحة. طيب لو مجموعة يعني جروب جست جايلي بسجل وبطبع قيمة منفصلة لكل مجموعة. هنا كل مجموعة معاد وصولها ومعاد مغادرتها واحد. لانهم جايين مع بعض وماشيين مع بعض. بسلم صورة قسم التليفونات وصورة المدير الفندق والاصل بيفضل مع موظف الاستعلامات للي الاسترشاد بيه لما نجي نسأله عن اي نزيل. عشان زي ما زي ما اتفقنا مع بعض ان انا سكرتير لكل النزلاء فالمفروض ان احافظ كل النزلاء اللي موجودين. الجست الفلاني جست شركة كزا جي يوم كزا وماشي يوم كزا. دي تاريخ وصوله تاريخ مغادرته ومقيم في ان يغرب بالزبط. كل البيانات اللي تخص الجست ده انا بسجل المجموعة كلها وبطبعها في قيمة خاصة بيها. يبقى اتفقنا كل نزيل بكتبه في اه استمارة خاصة بيه. ولو جست او مجموعة بكتب كل مجموعة في قيمة خاصة بيها على احدها. طيب نيجي بقى لحاجة تانية داخل قسم الاستعلامات او قسم المكان اللي عندنا الامامية. ادارة المبيعات او بمعنى اخر اسس المبيعات. عشان نعمل مبيعات صح. انا في كلمة اتفقت معاكو عليها وقلنا حلقة في ودنا ما تتنسيش. قلنا عليها من اول نتادينا. تجارة الاساسية بتاعت الفندق هي تسكين الغرف. الفندق بيتاجر في ايه يا جماعة? تأجير الغرب. طيب ايه هي المبيعات الاساسية بتاعت الفندق? برضو تأجير الغرب. الفوق الغرفة اتأجرت الفندق اشتغل. قسم المطعم المطبخ الاشراف الادارة الفندقية المكاتب الامين. كل حاجة اشتغلت طالما الغرفة سكنة. الغرفة مسكنة كل ده متوقف عندي. واضح? فكان لازم بقى عندنا ادارة المبيعات او اسس للمبيعات بنبني عليها عملنا عشان نجزب اكبر عدد من الزبائن عشان الفندق بتاعنا يشتغل. طيب نشوف مع بعض دلوقتي اسس المبيعات. اول حاجة لازم اعرف احوال السوق. ايه متطلبات السوق? احنا صنفنا قبل كده السائح اللي بيجيلي. وقلنا انا عندي في فصل الشتة انا بستقبل السائح الاجنبي السائح الاوروبي. اللي هو بيبقى هربان من الجليد اللي عنده والسقيع اللي عنده. جو بلدنا. جو معتدل جو جميل. بالنسبة له الجو اللي احنا بنقول عليه الشتة ده بالنسبة له هو جو ربيع جدا وجو صيفي كمان في بعض الاحان بيبقى صيفي بالنسبة له. يبقى انا عارف ان في الشتة بيجيلي الاجانب. في الصيف بيجيلي اخوانا العرب من الدول العربية برضو لاستقرار الجو بتاعنا. اه احنا بنحس ان احنا حر هنا لكن هيك عندهم درجات الحراب تبقى مرتفعة. فبيجي قضي الاجازة بتاعتها. فاحنا كده تلقائيا مصنفين النوعية السائح اللي بيجيلي على مدار السنة بتاعتنا. طيب يبقى لازم اعرف احوال السوق. دلوقتي السوق محتاج مين? احنا دلوقتي في فصل الشتة. يبقى انت هترد عليها تلقائيا تقولي اه احنا هنحتاج الاجانب او الجسد الهجيلي من اوروبا. يبقى انت من نفسك او طالما عرفت المعلومة بتقدر تعرف احوال السوق اللي عندك ايه? المنافسة ما بين الفنادق لازم اكون على دراية. انا مقدم عروض. لازم اعرف عروض الاخرين ايه? وايه لا اوفاجئ ان انا اقدم عرض مجلق مفيش اي حد هجيلك. العرض البتاعك انت عالي جدا او اسعاره عالية. فلازم اعرف المنافسين بتوعي بقدم هاي بالزد. روعية الخدمات. ايه الخدمات اللي بتقدمها الفوندق بتاعك عشانك لما تيجي تبتلي تعمل دعاية تحدد الفوندق بتاعي بقدم خدمة علاجية. بقدم خدمة رياضية. لازم تحدد ايه الخدمات اللي موجودة في الفوندق بتاعك على ساس انه انت تبتلي تعلن عنها. وهي دي لها اجيب لك الضيف المتخصص. الضيف اللي محتاج هذا العنصر او هزي الخدمة. ايه الخدمات الاكثر طلبة من نزلاء? ايه الحاجة اللي دايما بيقبل عليها النزيل. يعني بمعنى بسيط كده حضرتك رايح آآ اشار مساء او الغردقة. حضرتك بتختار قرية. طب مش معنى اخترت القرية دي. وما اخترتش قرية دي تقول لي قرية دي فيها مدينة العاب المائية متكاملة. دي ما فيهاش. يبقى معنى كده ان مدينة الالعاب المائية من الحاجات اللي جذبت السائح وخلت نسبة المبيعات بتاعتي ترتفع. بالاضافة ليه زي ما قلنا دي اكثر طلبة من آآ من الاشياء الاخرى داخل الفندق. يبقى في الحالة دي انا هركز على الحاجة اللي هي اكثر طلبا وحاول اظهرها والمعها زي ما بقول او خليها تلمع في كل اعلانات بتاعتي عشان اجذب برضو لها ازا بان. الابتكار والتجديد ده من العناصر مهمة جدا عندي. لازم اجدد بالسمرار. السائح بيميل. او اي انسان طبيعي بيميل. لازم يقفيد ابتكار والتجديد. لازم يجي يشوف حاجة جديدة في الفندق بتاعها. خلاص ممكن يبتدي يمل من السيستم بتاع الفندق من الخدمات اللي بقدمها. فيحاول يشوف فندق تاني. فانا لازم دايما اقدم جديد. وابتكر حاجات جديدة. واعلن عنها. عشان هي دي اللي هتجذب برضو ازا السائح بتاعي او الجسد العن. باتصل بالشركات التي لم يتم التعامل معها من قبل. طب هي جملة في حد ذاتها كلمة الاتصال بالشركات عادي. ما فيش اي مشاكل. لكن اللي احنا بنركز عليه. التي لم يتم التعامل معها من قبل. الشركات اللي انا بتعامل معها من قبل خلاص ما فيش مشاكل هي بكده كده بتجيب لي افواق سياحية. هي كده كده. في اه بروتوكول ما بيني وما بينها. وفي اتفاقيات ما بيني وما بينها. فبتجيب لي الافواق السياحية اللي انا عايزها. واللي متفق عليها. لكن انا عايز افتح بقى سوق جديد. عايز افتح مجال جديد. عايز افتح بوابة جديدة. تجيب لي افواق صيحية اكتر زيادة على اللي عندي. فانا هحاول باستمرار ان انا اتواصل مع الشركات اللي لسه متعملتش معهم. عشان ازود نسبة المبيعات اللي عندي. وازود الافواج الصيحية اللي جيلي عن طريق ان انا بكسب شركة واثنين وثلاثة وعشرة. طيب ده كان اه اسس المبيعات اللي عندي. يبقى انا دلوقتي عشان اعمل اي مبيعات لازم اكون عارف الخمس تقاطر كلمة عنه. ملايه اسس بتاعة المبيعات اللي قلناها من شوية. قسم التسويق والمبيعات. مفيش حاجة اسمها مكان او فندق. مفهوش او منشأة عمتا. منشأة استثمارية او منشأة بتهدف للربح. مفيهاش اه منظومة قسم المبيعات. او التسويق. القسم ده مهم جدا. بدونه. حضرتك مفيش حاسة ما تمشي عشوائي كده. لازم يبقى عندي قسم التسويق ده. لانه هو المسؤول عن اه رفع نسبة المبيعات وزيادة نسبة المبيعات ونجاح الفندق. وبالتالي زيادة الارباح بتاعة المنشأة بتاعتنا. يبقى ده المسؤول عن عمل الدعاية بتاعتي للفندق. وده المسؤول عن التسويق للفندق بتاعنا في الاسواق المختلفة. كلمة اسواق مختلفة هنا. يعني السوق الاوروبي. السوق العربي. السوق الشرق اوسط. ايا كان السوق اللي انت بتعمل فيه الدعاية بتاعتك. عشان تجذب الساحن ويجي يزور بلدك. او يجي ينزل في الفندق بتاعك. طيب قسم التسويق ده ايه الطرق بقى اللي هيتسوق او هيتعامل بيها او هيستخدمها. من طرق التسويق الفندق الاتصال مباشر بالعملاء. حضراتكم دلوقتي كلنا بيجي لنا رسائل على الموبايل. بيجي لك رسائل على الواتساب. بيجي لك رسائل اسم اس. يعني انا هوصل للعميد باي طريقة ما. او عن طريق بريد مباشر الايميل بتاعك. او ممكن البيع الداخلي. ان انا اعمل اعلان جوه الفندق. يعني ايه البيع الداخلي. انا اعمل رحلة النهاردة مطلع مسلا هديك مثال بسيط. لو انت في اه جوه فندق مقيم وقاعد بتتفسح براحتك وانت نازل اه مش 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 مخطط لك برنامج معين. لكن انت بتنزل كل يوم بتتفسح. لو لقيت اعلان موجود ان في رحلة عاملها الفندق او منظمة الفندق لزيارة البرج لزيارة الاهرامات لزيارة كده كل ده هيجزب ليك هيجزب السائع عندي. يبقى انا بقدر امكان بعمل اعلان داخلي وعن طريقه ممكن يجزب لي افواج من جوه الفندق نفسه لزيارة امكان. ما على فكرة مش شرط برضو يكون نازل لوحده. ممكن يكون نازل تبع جروب سياحي او فوق سياحي. بس البرنامج السياحي اللي معمول له مفهوش زيارة حاجة زي كده. واضح نقصد ايه? يعني انا مسلا ممكن برنامج السياحي فيه مزارات كتيرة جدا. لكن مش حاطط في البرنامج بتاعه اه مسلا اه زيارة طريقة العائلة المقدسة اللي ابتدأ ايه يتوضب حاليا في مصر. او ابتدأ يشتغل فاعلا من السنة اللي فاتت. او اه مسلا اه المزارات الدينية اللي موجودة في مصر سواء كانت مسيحية او اسلامية. فطبعا انا اضيف له حاجة برنامج زي كده يبقى بيرحب هو بالمزارات دي كلها. فهنا دي مهمة ادارة التسويق اللي عندي. كل ده بيعمله ادارة تسويق ليه? عشان ازود المبيعات اللي عادة. بستخدم وسائل اعلام. سواء كان بقى اللي احنا كلمنا عنها تلفزيون جرائد مجلات كروت عربات كل الحاجات اللي كلمنا عنها قبل كده. اه الترويج من خلال المعارض. المعارض عنصر مهم جدا على الفكرة. اه انا بمثل الفندق بتاعي. وجودي في المعارض ازا انا موجود. ازا انا بمثل البلد او ظاهر في البلد دي. كل ما يحصل معرض فيه معاركة او بتحصل في الدول الاربية وغيره اه عن عن السياحة. طيب انا هشارك في المعارض ده عملت جناح ليه باسم الفندق بتاعي. بسوق لاسم الفندق. اي خبير سياحي او اي شركة سياحة عايزة تتعامل مع فندق في مصر. لاول مرة مسلا. طيب انا في فندق كان موجود في المعارض. يبقى ابتديني نعمل بزنس ما بيننا وبين بعض. وجودك في حد ذاته بيعلن عن ان في فندق اسمه كذا في مصر. الفندق ده بيقدم خدمات بيقدم عروض بيقدم اه دعاية لمصر او لزيارة مصر. وعن طريقه وعن اقامته عن اقامة الجسد اللي هيجي في الفندق بتاعنا. الترويج من خلال المعارض زي ما قلنا او عن طريق الشركات السياحة. وخد بالك انا باتكلم. اه قلنا عن طريق وسائل اعلام. قلنا عن طريق الايميل عن طريق. كل ده هجيب لي اعداد مش كبيرة قوي. الاعداد اللي هجيلي مش كبيرة. لكن انا شغلي الاساسي مبني على الشركات السياحة. الشركات السياحة هي تعتبر المغزي او المورد الاساسي للفنادق. انا عملت اعلان مسلا في اي صحف او في جريدة او في جرنان او في مجلة او في اي حاجة. طيب جالي افواج سياحية او جالي اعداد سياحين واسا خمسين ستين. انا الخمسين ستين ده بيبقى جسد واحد من الافواج اللي بيجيبها لي شركات السياحة. فانا بيبقى دايما اعتمادي الاساسي او مصدري الاساسي داخل الفندق. اه على شركات السياحة كمورد اساسي للضيوف بتوع الفندق بتاعنا. طيب مسئولات قسم البيع عندنا بقى. التخطيط. وده من اهم من مسئوليات قسم البيع. في مجال المؤتمرات والحفلات والاتصال بالشركات ووكالات السفر. احنا لما شرحنا وظيفة الادارة في الاول وقلنا التخطيط فاكر او فاكرة لما قلنا حضرتك لما بتعوز حاجة عندك في البيت بتخطط. لازم التخطيط. بدون التخطيط ممكن تخبط وتبوز طلباتك واللي انت عايزه ما يتنفس. يبقى التخطيط عنصر مهم جدا لنجاح اي عمل عندنا. يبقى عنصر من اهم مسئوليات قسم البيع التخطيط. اخطط لمبيعات بتاعتي. ابسطها اللي انا قلته من شوية. انا دلوقتي في موسم الشيطة ما روحش اعمل دعاية وسوى للفندق بتاعي في الدول العربية. مش هينزلولك دلوقتي. مش الموسم بتاعك. هم مش هيجولك دلوقتي جاوا بالنسبة لهم برد جدا. يبقى انت لازم تخطط تخطيط سليم. انت هميحتاج مين دلوقتي وبناء عليه هتعمل دعاية عن الجسد ده او الجروب ده. تاني حاجة الاجراءات. الاجراءات لازم يكون بسيطة. لازم تحدد ايه الاجراءات اللي انت عايزها. عدد نزلاء بيتم قبلهم في عدد معين او في وقت معين من السنة. حضرتك كان مسلا بنقول ان الموسم اللي جاي ده موسم اعياد. مفروض ان انا عشان اقول ان انا او ما قبل يعني او قبل الظروف اللي بتمر بيا العالم كله. كنا نقول مسلا حفلة راس السنة عشان اقول انها جابت تكاليفها وجابت مصاريفها وجابت الارباح بتاعتها. مش اقل من الف واحد مسلا مدعو. طيب لو جوم تسعمية اه مكسبي برضو كويس مفيش مشاكل. لكن لو حد ادنى اقل من كده يبقى انا كده بتديت اخسر المكاسب بتاعتي مش بزبط. يبقى انا لازم احدد من ضمن الاجراءات الاعداد اللي ممكن اقبلها في وقت معين من السنة اللي عندي عشان اقدر اقول ان انا كده شغل نجح او الدعاية اللي انا عملتها كده نجحت وجابت نتيجة. الاسعار المستقبلية من عناصر مهمة جدا. انا دلوقتي لو رحت اسكندرية وبقول الواحد اسعار الغرفة عندك ايه? يقول لي مسلا خمسمية جنيه. فهندو خمسة جون خمسمية جنيه دلوقتي يقول لي اه ما الحل مريح دلوقتي ما حدش بيجي عشان جو شتوي. طيب لو هي الاسعار كده ممكن تحجزلي في شهر سبعة وتمانية اللي هي موسم المصيف عندكو? يقول لي لا. في اسعار للمستقبل. اسعار المستقبلية للا اسعار في فصلة الزروة. لازم يبقى على علم دائم وحاطط اسعاري من دلوقتي. عشان مجيش ان انا حط سعر. طيب النزيب يقول لي خمسمية او تقول لا هو ما سبعمية في الموسم بتاع المصيف. طيب لما جينا الوقت تها الاقي السعر الف والف وخمسمية يبقى انا عملت مأزق للفندق بتاعي. فانا لازم اكون عارف الاسعار المستقبلية اللي بقبلها في وقت معين من السنة كام? ويكون محددها وببني عليها الادعاية بتاعتي او الاعلان بتاعتي. مبلغ التأمين اللي بيتم تحصلها. خد بالك مبلغ التأمين دي اا نقطة مهمة جدا. انها مكسب من لا مكسب. بمعنى ايه? انا دلوقتي زي ما قلت لك انا واقف مع الموظف بتاع الفندو بتاع اسكندرية. طيب احنا دلوقتي في شهر يناير احجزلي شهر سبعة كله مقدما. طيب حضرتك ادفع مبلغ مقدم او تأمين. عشان اضمن احجز لك الفترة دي كلها. فبيديني مبلغ تأمين او مقدم. المبلغ ده انا بعمل بايه? المبلغ ده بيدخل خزانة الفندق ومنه الى البنك بيستثمر بيطلع لارباح لحد ما ييجي معا التسكين النزيل في شهر سبعة او تمانية اللي هو حجزه. الفترة دي كلها فنوس دي ماركونة معايا بتطلع لي انا ارباح ومكاسب داخل الفندق بتاعي. عشان كده انا بهتم جدا بمبالغ التأمين اللي بيتمت احصلها. العمولات اللي بتفحل شركات سياحة. مشاركة سياحة بتجيب لك افواق سياحية مقابل ايه? عمولة. العمولة دي اما تكون عمولة مادية او بتديه الغرف فري. يعني ايه عمولة مادية? ليه نسبة مسلا انا جايب افواق سياحية قيمتها ميت الف انا ليه مسلا عشرة في المية بقيمة الميت الف. طيب او بعض الاحيان متفاقين اتفاق تاني. ده حسب بقى كل فندق مع اتفاقه مع شركات سياحة. يعني ايه? انا حضرتك هجيلها هاخد عندك ميت غرفة هتديني كم غرفة فري. كم غرفة فري يعني هديك خمس غرف فري مثلا او عشر غرف فري حسب الاتفاق. يبقى ايجار الغرف دي الناس اللي هتنزل فيها انت افواق سياحية لكن انا مش يحسبك عليهم. التمن الغرف دي او الفلوس اللي هيتفحها الجسد اللي هيجيلك دي فلوسها هي العمولة بتاعتك او اه تخص شركة السياحة ما تخصش الفندق. واضح? المجموعات دي كلها طبعا كله بيتم عشان احفز الفندق بتاع او الشركات السياحة بتاعتنا ان هجيب لي افواج دون ايه? اه الفنادي الاخرى. طيب تالت نقطة عندنا البحث. يبقى احنا قلنا اول حاجة التخطيط. بعد كده الاجراءات. بعد كده البحث. اسعى يا عبد وانسعى معاك. كل ما هتبحس اكتر كل ما هجيب افواج سياحية اكتر. كل ما هتريح كل ما النسبة بتاعت الافواج هتقل. وبالتالي نسبة مبيعات الفندق وبالتالي نسبة ارباح الفندق هتقل. يبقى لازم اسعى. لازم ابحث. ابحث يعني ادور اشوف انا ممكن اسكن الغرف ازاي? ابيع الغرف اللي عندي ازاي? اضمن ان السيزون بتاعي يكون متقفل كل الغرف. يا سلام طبعا حلم كل مسئول تسوير في الفندق ان ما عنديش غرفة فاضية في الفندق. يبقى الفندق بتاعي كاملا ولا جناح ولا غرف ولا اي مكان ما فيش اشياء في الفندق فاضية. طبعا كل ده حلم او امنية العاملين في قسم التسويق والمبيعات وبعضهم بيقدر يحقق الحلم ده وبينفس فعلا طالما مشي على الاسس اللي قلناها كلها وبيخلي الفندق بتاعي يبقى ناجح. ادارة التسويق دي بتعتمد على ايه? يبقى تعتمد ادارة قسم التسويق ده على ايه? التعاون. 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 هفضل اقول في كلمة التعاون ميت مرة. بمعنى. من غير التعاون اللي انا بعمله كله كأني بنفخ في قربة معطوعة زي ما بيقول. ازاي? انا عملت دعاية وجبت الافواج السياحي. الافواج مبسوطة جدا من الاكل والشرب لكن مع الاسف الخدمة في قسم سيئة. الاشراف النظافة مش مستوها كويس. طب الاشراف مستوى كويس لكن الاكل مستوى مش كويس. طب الاكل مستوى كويس لكن الخدمة في او خدمة في المطاعم مستوى مش كويس. يبقى لازم يبقى فيه التعاون وترابط ما بين كل الاقسام اللي بتقوم على خدمة العميل اللي عندي. اي قسم من دول هيأثر في شغله او مش هيقدم اعلى مستوى من الشغل يبقى ببواضلي انا كمسؤول تسويق المنظومة بتاعت. يبقى نجاح القسم بتاعي بيعتمد على ايه? اول حاجة وركزت عليه قدام كم هي التعاون ما بين اقسام الفندوق. لازم العاملين بقسم التسويق يكونوا مدربين. بيتدرب ازاي يكسب الزبون? ازاي يعرف يقنع الزبون? ازاي? يقدر يخلي حضرتك بعد ما كنت مقرر ان انت تنزل الفندوق الفلاني. لا 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 الراجل ده قال لي كلام جامد جدا عن الفندوق بتاعه. طبعا احنا ما بنقولش كلام كد. لازم بتتكلم بمنتهى الصدق والشفافية والصراحة. لان هو هيجي. لو لا عكس انت بتقول ها تبقى كارسة. فانت اقنعته انه يسيب الافكار في دماغه ويلجأ للفندوق بتاعك انت ويسكن فيه. عشان كده اقولنا لازم اضرب العاملين عندي تدريب عالي جدا. بحفز العاملين بتسويق. حوافز شيء طبيعي. انا دلوقتي لما باجي هقولك مرتبك الف جنيه. خلاص مرتب عرفته الف جنيه. جبت افواج ما جبتش هتاخد الالف جنيه. ما تهيق لي ما فيهش يعني مش مجزية. عارف اجيبها لك بمنطقة البساطة زي ايه? تخيل حضرتك مدوب مبيعات. وقلت لك ان مرتبك الف جنيه. باعت ما باعتش هتاخد الالف جنيه. هتاخد الحاجة اللي معاك ومش هتلف بيها وهتقعد بيها في ايه كافية وتقعد وخلاص طيب ما يخلص كده كده ما انت هتقبض الالف تتعب نفسك ليه? لكن لو جيت قلت لك مش هديك مرتب. او مرتبك ده مرتبك مش كبير بس انت معتمد على الحوافز. يعني ليك نسبة في المبيعات اللي بتبحها. هتلاقي نفسك ما بتعودش. هتلف. لانه كل ما هتلف وتسعى اكتر وتبحس اكتر زي ما قلنا من شوية البحث دي. كل ما هتبحس اكتر كل ما انت نسبة الربح اللي هتطلع لك انت او الحوافز بتاعتك انت هتبقى اكبر. عشان كده بقول لازم يبقى فيه عنصر الحافز. عشان اللي بيشتغل في التسويق يتعب اكتر ويسعى اكتر ويبحس اكتر ويجيب لي افواج اكتر في الاخر ونسبة مبيعات الفندق عندي تزيل. ما ننساش كلمة مبيعات الفندق عشان اللي ما اسمعنيش من الاول مقصود بها تأجير الغرف. الاتصال مباشر مع الشركات. لازم اتواصل باستمرار مع الشركات اللي هي شركات السياحة اللي بتروها رضي الافواج السياحية. النزام اتفاقات هي تعتبر الشركة او المصدر الرئيسي اللي عندي. التسويق الفندق بيعتمد على ايه? اول حاجة بحلل الاسواق المختلفة. واحتياجاتها العرب والاجانب. تمام. بترجم المشاكل وبانتهاز الفرص عشان ادخل خدمة جديدة. يعني ايه? ابقى انتهازي? لا. انا بحاول اوجد حاجة جديدة. طب حضرتك الناس ما بجريش الفندق بتاع حمامات السباحة اللي عندي مية برده وبيقولوا مية ساعة. طب انا حاول دخل خدمة جديدة ان اعمل تدفئة في حمامات السباحة. اخل المية تبقى دافية. يبقى في الحالة دي انا جذبت السائح. فحاول تنتهز الفرص وتحاول تجدد باستمرار في المنشأة بتاعتك. بحط استراتيجية بعيدة المدى. خطة بعيدة المدى. مش هفكر في الوقتي وخلاص. احنا الايام اللي فاتي كان عندنا اعياد رأس السنة كريسماس. طيب انا لو انا ركزت كل التفكيري على كريسماس. طيب بعد كريسماس جاي اعياد الميلاد. بعد اعياد الميلاد اعياد اجازة نص السنة. بعد اجازة نص السنة داخلناها على اعياد الربيع. لا كل ده لازم اخططتم الاول. ان انا على مخلص من التخطيط لمناسبة واحدة هيكون الفنادق التانية سبقتني وخدت الافواج السياحية كلها. فانا لازم احط خطة بعيدة المدى. الخطة بتشمل العام كله. كل المواسم اللي موجودة في السنة لازم اكون مخطط لها وعمل لها الدعاية الكافية عشان اقدر اضمن نصيبي او حقي من الافواج السياحية اللي جاية اللي ممكن تنزل في الفندق بتاعي. تخطيط الارباح من خلال وضع مزيج تسويقي لكافة قطاعات السوق. يعني ايه? تخطيط الارباح. انا بخطط الارباح هجيلي ازاي? من خلال بحط حاجة اسمها مزيج تسويقي. انا عايز اتسوق لحاجة. المزيج ده يعني ايه? المزيج ده بيشمع كل حاجة. قلناها. حضرتك بمنتهى البساطة. عايز تسافر رحلة. تتفسح فيها. قلت لك مع الاسف مفيش وسيلة مواصلات. هناخدها ماشي. هترضى? هترفق. يبقى اول حاجة عندي اوفر لك وسيلة مواصلات مناسبة. بسعر مناسب. طيب هنروح المكان اللي انت راحه ده بس مفيش فندق. هننام في الشارع. هينفع? طبعا لا. طب في فندق بس مفيش اكل ولا خدمات. برضو لا. طب في فندق وفي خدمات وفي اكل وفي كل اللي انت عايزه ده. بس مفيش اصلا برامج سياحية. احنا اسمه المزيج التسويقي. المزيج او مجموعة المعلومات اللي انا هكوونها او اجمعها عشان احطها ببرنامج عشان السقح يجي يشتري مني البرنامج ده. وبالتالي يبقى متكامل مش نقصوا حاجة. ما انت لو بسيت كده بمنطقة بساطة اللي انا قلته من شوية. لو شلت اي عنصر منه. هينفع? مش هينفع. انا راح اتفرج على حاجات من السياحة. بتقول لي مفيش اي معالم سياحية في البلد دي. وهنقعد في الصحر وفيش اي حاجة. طب انا اروح ليه? طب بتقول لي مفيش مكان النام فيه. انا في الشارع ليه? يبقى لازم اعمل مزيج تسويقي متكامل وده بناءا عليه هو اللي بيجذب لي السائح بتاعي. المزيج التسويق ده عبارة عن ايه? انه بجمع كل المتغيرات. المختلفة. الوصول لتلبية رغبات او رغبات المتجددة لمستهل جسياح. بجمع كل المتغيرات يعني كل المتطلبات. اللي بيحتاجها الضفدة. وبيحتاجها الضفدة. وبيحتاجها دلوقتي لو روحت انت وصيرتك رحلة. جده معك. انت موجود? بابا موجود? ده انت ليك متطلبات. عايز تجري وتلعب. عايز تنزل المية وتلعب بالالعاب المائية. هتلاقي بابا ممكن يسندك شوية في حاجات. هتلاقي جده لا جده عايز عايز مكان فيه هدوء. عايز مكان يستقل. يبقى البرنامج بتاعي لازم اوفر كل العناصر دي علشان كل بنقول عليهم ايه? المستهلكين بتوعنا او الضيوب بتوعنا يلاقوا رغباتهم في البرنامج اللي انا عامله. ده معنى كلمة المزيج التسويقي ايه لاني? مدير التسويق. مدير التسويق. هو اللي مسؤول عن جمع كل المتغيرات دي. حاجز الفندق. حاجز الطائرات. حاجز العربيات اللي هتعملك التنقلات. حاجز البرامج السياحية. حاجز المرشد السياحي. توفير كل الحاجات دي. هو اللي بيجمع كل الرغبات دي ويحطها في مزيج او برنامج. كلمة المزيج التسويقي مقصود بالبرنامج اللي اللي عميل هيبقى في ايده. يبقى المسؤول عن عمل البرنامج ده كله او جمع المزيج التسويقي ده كله هو مين مدير التسويق اللي عندي. المزيج التسويقي ده بتكون من ايه بقى? اول حاجة عندي المنتج. ليه الخدمة? يعني جميع الخدمات اللي بيحتوى الفندق. لازم اعلن عنها. هو فيه خدمات? اه. الفندق بيقدم لي موجودة فيه عندي ملاعب. فيه موجودة عندي بسين. فيه ساونا. فيه جامانيزيوم. فيه بيوتي سنتر. فيه كل الخدمات. فيه سينما. فيه مسارع. في كل الخدمات الحركة عايزة. فيه مول تجاري. موظف فيه فنادي كتير فيها الكلام ده كله. لازم اعلن عن الخدمات اللي بيحتوي الفندق. ايبقى دي اول حاجة الخدمة. المكان اللي هيتوزع فيه. يعني بمعنى ايه المكان? وصول حضرتك للفندق. سهل ولا صعب? هل الفندق ده مواصلاته سهلة? او ان انا اوصله سهل? ولا على ما اوصله اكون كبت خمسين ستين مواصلة واتبهدل? لا. يبقى لازم الوصول يكون سهل. الترويج. ازاي الاتصال? اتصال الفندق مع السوق? وازاي بيتم عملية الترويج? عن طريق الاعلان وتقنيات البيع المباشر والكلام ده كله. مفهوم? فاكرين لما قلنا الفرق ما بين الاعلان والدعاية? ها نسرح شوية? الاعلان والدعاية. لما سراحنا كده وببسط لقيتم بتقولولي ما هي هي? ما الاجابة واحدة? لا. احنا قلنا الدعاية غير مدفوعة الاجر. اما الاعلان مدفوع الاجر. انت بتدفع فلوس عشان تعمل اعلان. لكن الدعاية بتكتسبها نتيجة الخدمات اللي انت بتقدمها. العمير بيخرج مبسوط من عندك بيتكلم عن الفندق بتاعك فبيعمل لك دعاية. من غير ما تكون دافع فيها انت فلوس. اللي دفعت كله انت قدمت خدمة كويسة او خدمة جيدة للعمير بتاعنا. طيب الاسعار? الاسعار عامل مهم جدا على فكرة في المزيج التسويقي. مهم قوي. ليه? الديوب بتأثره كتير جدا باسعار. الغني بيتأثر والفقير بيتأثر. بمعنى ايه? او مش هنقول فقير يعني هنقول الحدود والمادية معقولة. الاسعار لو غادية جدا هتطفش الزبون عندك. ولو رخيصة برضو هتطفشه. اجيب لك مثال بسيط. حضرتك دلوقتي ساكن في حي شعبي حي عادي جدا مفوش اي حاجة عادي جدا خالص. وفجأة لقيت محل بيقولك سندودش الشاورمة بمية جنين. هتستغلاه. طيب يا عم ما تزعلش بخمسة جنيه. هتقلق. يبقى الاسعار العالية الاوي هتخلي الزبون يشك ويبتدي يقلق من الاسعار دي مقف ورق اوي كده. ولو السعر مخافت جدا الزبون هيخاف. عشان كده بنقول لازم الاسعار تكون مناسبة ومساوية للخدمات اللي بيحصل عليها الزبون. والله انت ما تجيش تقول لي السعر غالي جدا ما هو انت فعل الخدمات بتاخدها غالية. زي ما احنا درسنا مع بعضك قبل كده في مطعم الهايبرشير. مطعم الهايبرشير اللي هي مطعم الاستعراضية. الحاجة فيها غالية. مش غالية عشان تمن الاكل غالي. لا ده غالية عشان عملية الاستعراض اللي بيتم بيها تناول الطعام وتصنيع الطعام قدامك. بيبقى كل حاجة وليها تمنها. فالاسعار لو مبالغ فيها جدا او عالية جدا بتطفش الجسد بتاعك او الساحة بتاعك. ولو منخفض ده برضو بتقلقه بتخوفه. فهمت رجبت لك بالمسال بسيط قريب جدا منك. سنقولش سعره كذا وسنقولش سعره كذا. هتخاف. والغالية هتقول ليه غالي ليه? معايا? طيب مواسم عمل الفنادق. ندخل على مرحلة تانية مواسم عمل الفنادق. انا عندي حاجة اسمها موسم الزروة. وامكن انا هنا تقطي الكلمة من شوية ده لما كنت بتكلم على فنادق اسكندرية. موسم الزروة ده المقصود بيه موسم الزحمة. موسم ضغط الشغل. بيلجأ اصحاب الفنادق لرفع الاسعار. ليه? لان عنده ضغط شغل. فالاسعار بتبقى غالية. اما الموسم التاني عندنا بنقول عليه موسم الكساد. اللي النسبة المبيعات هي بتبقى قليلة. زي وقتنا هذا. فاتطر الاسعاب الفنادق لخفض ايه? الاسعار. يبقى موسم الزروة ده بيبقى في موسم الزحمة. او موسم نسبة الاشغال فيه بتبقى مرتفعة. فبالتالي الاسعار خلالها بترتفع. ماشي. وموسم الكساد عندنا بتقل في الاسعار. في موسم تاني اسمه موسم الوسط. ايه موسم الوسط ده? ولا الاسعار غالية ولا الاسعار منقفضة. يعني انت بتقول ان شعر السبعة وتمانية ده موسم الزروة في المصاير. اه عشان جوه حار جدا. والناس راحت صيفت فيه. فده ايه موسم الوسط ده بقى? تسعة وعشرة دول بيبقى خلاص. الناس اللي صيفت صيفت. واللي ما صيفش يبقى عنده ظروف. واللي ممكن يصيف في شهر تسعة او عشرة. ده اللي ممكن اجازه تسمح. او ما عندوش ابناء في المدارس او 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 حاجات كتيرة قوي. عشان كده يبقى عليه موسم وسط. ولا هي الاسعار منقفضة قوي. اه لسه جوه حره ممكن الناس يصيف فيه. بس الظروف العامة للبلد بتخلي البناء ادم بقى اللي منشغل بالمدارس اللي اجازته. اللي الظروف عمله. بتقل في الفترة دي. عشان كده يبقى عليه موسم الوسط. خلاص ده بنقى عليه ده من شهر تسعة وشهر ايه عشرة. طيب مكتب الاستقبال. زي ما انتم شايفينه كده يا رب يكون واضح قدامكم. اه مكون من مستويين. فيه مستوى عالي مرتفع وفيه مستوى منخفض. المستوى المرتفع اللي انتم شايفينه ده قدامكم في الصورة. علشان العميل وهو واقف ما ينحنيش. يكتب البيانات ويملل استمرارات بتاعته. وهو واقف مستقيم كده. ويبقى سهل عليه ما يضطرش نوة ينحني. فده يتعامل بيه بسهولة. والمكان يبقى قدامه فاضي. اما الجزء المنقفض او المكان اللي احنا بنقول عليه المستوى التاني. ده بتحط عليه الاجهزة والمعدات. الكمبيوتر والفاكس والتليفونات. وكل ما بيتعلق بادارة العمل اللي عندي. بحس ان انا اسيب المكان المستوى المرتفع ده. عشان العميل يكتب عليه بياناته بسهولة. ما بفيش اي حاجة تشغله. وفي نفس الوقت ما ينحنيش زي ما قلنا. تمام? ده شكل مكتب الاستقبال العن. خد بالك عشان فيه بعد كده هندلس مع بعض مكتب الحجز. فيه فرق ما بين ده وما بين ده. صفات موظف الاستقبال بقى. هكده دخلنا في تاني وظيفة في المكاتب الامامية. حسن المظهر وده صفة لازم تتوفر لي في جميع العاملين في الفندوق بتاعنا. مرونة في التعامل. مرن. لازم يبقى مرن مع العميل. ما تخيل انت بتقول للعميل ما عنديش غرب فاضية. طيب ليه? طيب انت لو قلته له بمنطقة البساطة والله كان يشرفنا جدا ان حالك تسكن عندنا بس مع الاسف الغرف اللي عندنا كلها محجوزة. هي هي نفس الاجابة. بس لازم بقى فيه مرونة في التعامل. طيب حضرتك مصر على غرفة في المكان الفلان. لا فيه مكان عندي كزا. لازم تعرض عن عن العميل بتاعك ايه الحاجات المتاحة اللي عندي. هادي الطباعة. دي حاجة ما فيهاش مفر. احنا هنا بقى مش بنقول دايما المقولة بتاعتنا الزبون دايما على الحلق. ده الزبون هنا في مجال الفندوقي بتاعنا هو وعيلته كلها وبلده كلها على حق. انت ايه دي نفسك فرصة بسيطة قوي. داخل فندق. وبشنطتك. وفجأة لقيت موظف الاستقبال او الاستعلامات. ماسك نزيل بيدربه. ها? انا سامع ردودكم. بعضوك عمال يقول ايه? هاخد شنطتي وامشي. هلف وارجع تاني. ده بيدربه الزبان جوه. شيء طبيعي. الناس مش هتقول ان العميل هو الغلطان. هو شايف موظف باليونيفورم بتاعه. هو اللي بيتعدى على العميل. ما يعرفش مين الغلطان من الاول. لك انا شايف ان انت اللي تتعدى عليه. ما ينفعش. فلدي تكون هادئ الطباعة لابعد الحلول. دبلوماسيا. دبلوماسيا ده معناها ايه? فن بها الحوار. او فن ان انت هتكسب المعركة قدامك بالكلام. العميل دلوقتي مصر انه عايز غرفة عني. ومعنديش غرفة عني. اسيب ويمشي? طب ادبسه في غرفة ما تعجبوش? لا. انا بمنتهى البساطة احاول بنقول عليها دبلوماسيا جديدة جدا. احاول اقنع العميل اللي عندي. ان حضرتك عندي غرفة. الفراندة بتاعتها لو بصتي مينك هتشوف النيل. لو بصتش مينك هتشوف كزا. هتشوف المؤطم هتشوف هتشوف? يعني احاول اعمله بانوراما حلوة جدا. ما سيفش الزبون يمشي من ايدي. هي دي دبلوماسيا. ان انا اكسب الزبون. زي ما اتفقنا. ما اكسب الزبون ما اكسب لي. من غير الزبون اللي موجود او جسد اللي موجود انا مش اشتغل. وكل زمايلي في الفندق مش اشتغله. فلازم تتصف او الانسان اللي بيشتغل في مكتب الاستقبال يتصف بايه? الدبلوماسيا. اللي هو هيقدر يحاور العميل ويكسب منه كل اللي هو عايزه بالكلام وبالمنطق. مع مراعاة برضو وبقى كدت عليها قبل كده مات مرة. مش بالكد. مش تعمله من البحر طحينة. ويطلع فوق يلاقي مفيش اي حاجة من انت بتقول ها. هينزل تاني وهيبقى الموقف سيء جدا. فلازم يكون كلامك فيه صدق وفيه شفافية وفيه صراحة بالنسبة للعميل اللي عندي. طب دي صفات موظف الاستقبال اللي عندنا. تقسيم العمل بقسم الاستقبال. انا عندي حاجة اسمها وردية صباحية. وردية مسائية. وردية ليلية. تلات ورديات. الوردية الصباحية الموظف الصبح كده بيجي. يبتدي يستلم دفاتر موظف فترة ليلية. يبتدي يفتح حساب النزلاء القادمين ومغادرين. ببتدي يمسك الدفتر كده. دفاتر بتاعت اشوف مين ماشي. اجهز الفواتير. ومين جاي ابتدي اجهز الغرف بتاعته. وبوزع ارقام الغرف اللي عندي. ببلغ المطبخ بعداد النزلاء. المطبخ عارف ان فيه خمسة مئة نزيل عندي بس. اللي انا في الدفتر بتاعة بيقوله فيه الف نزيل جاي كمان النهاردة. يبني لازم ابلغ المطبخ عشان يعمل حسابه في الخامات وفي الوجبات اللي ايه? هيتم تجهزها وتصنعها. اختار الادوار بالغرف المقرر وصولها والمقرر مغادرتها. ليه? الادوار هو مقصود بها اللي عندي. احنا يومين بنعمل نضافة الغرفة. تمام. مش ايه مشاكل. لكن لما النزيل بيمشي. ونزيل تاني بيجي. انا بشيل الغرفة وبنضافة زي انا ضفت العيد بتاع بيوتنا كده. ليه بقى? المخدات انا بغير كاس المخدات يوميا. اوكي بغير مفارش يوميا. بغير كزا يوميا. لكن المخدات دي لما بغير النزيل. انا بشيل المخدات دي خطو بجيب مخدات تانية. المخدات كلها بتبقى معمولة من الفير بتتغسل. انا لما شيل كيس المخدة وحطيت المخدة زي ما هي. النزيل اللي هينام هيشم ريحة البرفن بتاع النزيل او ريحة عرق مش بتاعته. اش كان فينا كتير ما بعرفش غير مكاني. فانا لازم اجيب له اه اه بياضات اه اه يحس ان هو اول واحد يستخدمها. فدايما لما بيمشي النزيل وبيجي نزيل تاني. انا بنكت القوضة او بنضافها تنظيف اه عميق جدا. باخد مخدات اخزيلة زي ما اتفقنا. بنضف كل الاجزاء اللي موجودة عندي داخل الغرفة نضافة تمة. عشان كده انا بقول ببلغ كل الادوار اللي عندنا. تبديل الوردية الصباحية. الوردية الماسيائية لفترة بعد الدور هادئة. ليه بنقولها هادية? لان استمرار للعمل فترة الصباحية. معظم النزيلاء اللي بيجوا بيجوا الصبح. ولي بيمشي 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 الصبح. لكن وارد ان يجي لي حد فترة بعد الدهر. اللي يجيني بعد الدهر ده حضرتك ممكن يكون الطيرة اخرت. ممكن يكون اي زرف في الطريق. فانا برضو بعمل نفس الاجراءات اللي تعملت الصبح. وبعمل احصائية بالنزيل. طبعا احنا احنا زروف فليا بتاعنا. انا اتكلمت عن الوردية الصباحية. كلمنا عن الوردية المسائية مع بعض. ان شاء الله في الحلقة القادمة هنستكمل بقية الورديات. ونستكمل بقية الدفاتر القاصة بقسم الاستقبال بتاعنا. وقسم الحجز برضو معنا. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة مع بعض. وعلى امل اللقاء بكم في الحلقة القادمة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.